طيب قبل ما الوقت يسرقنا أكتر من كده في سؤالين جم من المشاهدين سؤال من الأستاذة سندو الصلاح بتقول السلام عليكم عليكم السلام وبركاته بتقول كنت عايزة أعرف سبب ظهور نقاط بيضة في الضوافر زائد أن هي بتشتكي من الضوافرها مش بتطول وعلى طول بتتكسر بتقول ده سببه إيه؟ علما بأن أنا عندي 35 سنة من أحد أسباب مشاكل الضوافر تقصر ما تطولش بتتكسر بسرعة حاجات كتير أكيد عدم الاعتناء بالضوافر يعني لازم قبل ما نام أحط مرتب على ضوافري لو البنات اللي بيحطوا جل كتير مش طول الوقت يعني مش لازم تعملي ريفل 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 طول الوقت سيبي أو اللي بتركب فترة من أن الضفر نفسه يتنفس دي الحاجات اللي لازم تتعامل مع أكيد نقص البيوتين من أهم الفيتامينات والبيوتين أحد أعضاء أو أحد مشتقات بي كومبلكس نقص البيوتين بيعملي مشاكل كبيرة جدا في الضوافر الكالسيوم مهمة قوي فممكن يكون من أحد الأسباب نقص الكالسيوم والبيوتين الاتنين دول مهمين جدا لصحة الضوافري أكيد موجودين داخل ألف مالتيبيوت حلو أحمد علاء بيصبح علي أو عليك بيقولك أنت عايز أعرف إيه سبب الصداع المستمر والأرق هل ده ممكن يكون نتيجة نقص فيتامينات معينة وهل في تحاليل دورية مفروض نعملها عشان نعرف لو الجسم بيعاني أو بيعني هل هناك مشكلة نقصان في أي فيتامين من الفيتامين؟ ممكن يكون من أحد أعراض الصداع والضوخ وعدم التركيز نقص الفيتامينات والمعادن من أهم الفيتامينات المعادن اللي بتدعم جدا الأعصاب والتركيز فيتامين بي كومبليكس بكل مشتقاته فيتامين بي وان ده ما فيش قاعدة بنعودها يا دكتورة دينا غير لما بنتكلم عنه قطعية حلوة للوقت نظرا لأهمية الفيتامين ده صح صح لكن أكيد مش كل يعني بقولها هو أحد الأعراض وليست أن ده العراض يبقى أنا هعالجه بفيتامين فلازم أعرف إيه المشكلة فيه لكن أكيد قلب مالتيبيوت بيدعم جدا التركيز بيدعم موضوع الضوخة يعني أحيانا كتير بتلاقي ناس ضيخة يعني لو عندي أنيميا لازم بقى أروح للدكتورة أمشي على حديد ده ألف بي لكن أقدر أدعم بالكوبالامين اللي داخل ألب مالتيبيوت أدعم قرادة الدم الحمراء إن أنا أساعد كفاءة الدم تبقى صحية أكتر طبعا ألب مالتيبيوت الكابسولة نحنا شايفنا فيها كل الفيتامينات دي احنا خاصينا المرازي فيتامين بي كومبليكس بكل أنواعه لكن لازم أقول أنه داخله زنك لازم أقول أنه داخله نحاس لازم أقول أنه داخله فيتامين هي أو فيتامين هي ولازم أقول أنه داخله كالسيوم وفيتامين سي مرخص من هيئة سلامة الغذاء متوفر في جميع السيدليات السعر مناسب لكل فئة المجتمع ستات تاخدوا رجالة تاخدوا شباب مهم متفقين أنه هو حباية يومية بالزبط بعد الفطار بعد الفطار تركيزه مناسبة جدا أن أنا أمشي عليه على مدى طويل جدا وبرضو متفقين على أن اللي بيعاني من مشاكل معينة يروح يكشف فيها عند الدكتور ويعمل التحاليل المطلوبة ولكن لو إحنا ما عندناش مشكلة معينة ممكن نمشي كروتين يومي طبعا على المالتي فيتامين وعلى فكرة لو أنا مش حاسة بأي مشكلة أصلا يعني أنا أخذوا كداعي أنا ما خافش من قلب مالتي فيتا ركيزه يا جماعة معقولة جدا لو أنا ما عنديش دوخة ولا عندي أي حاجة ولا عندي كسل ولا أخذوا برضو أنا ما عنديش مشكلة هو مش علاج لأي حاجة لأجدها هيداعم الطاقة كبير